بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم أننا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبة اللهم علمنا ما نفعنا ونفعنا بمعلمتنا هنبدأ بإذن الله عدة دروس وسلسلة بعنوان بلندر للمعمارين وأول هذه دروس من أسهل الدروس في برنامج بلندر وهو IES وإزاي نضيف ال-IS Lite المختلف طبعا عن ال-Light العادي سواء كان بوينت أو أريا وميزة إصدام أي-IS Lite إن الأضواء بتكون واقعية فده كده لنك أسيبه في الكومنت موجود هنا زي نحمل 0-4 ميجا موجود في عدة إطاقات IS والنهاردة نشوف زي نضيفها في أي مشهد طيب هنضيف هنا دلوقتي ولكن عندنا بلين بهذا الشكل هنضيف بوينت لامب وهنستخدم طبعا أنا هنا بستخدم cycles لأن الإضاءة تكون طبيعية وهنستخدم GPU هنستخدم ده كده ولكن عندي shaderator هستخدم use node فإن أجلها بيظهر عندي الـ emission light وفي light output هنضيف من هنا Ticketしょう ويوصل الفاكتور بالسترنس كده بدأي من أنا ضفت الـ i's اختار من هنا الملف اي ملف من ال back فبعد كده دي كده الملف ده الملف اللي احنا حملناه موجود في عندي عدة اضاءات بهذا الشكل خليني اختار ولكن الاضاءة اللي هي ال xr accept ونقل الاضاءة بهذا الشكل ونجي على الرندر هذا طبعا مختلف تماما لو جينا هنا shift d في ال x خلاني نلقي من هنا ال strength دهك الاضاءة العادية والstrength يولي يكون 100 او ال strength يولي يكون 50 نقل ال strength شوية ويولي يكون ده الاضاءة العادية لكن دي الاضاءة IES ممكن من هنا نوصل ده ونختار رضوء تاني ولكن زي كده نقل ال strength شوية خلاني نشوف احنا هنا اختار نختار نقل ال 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 ممكن اغير اللون طيب لو عملنا الملف وحركنا في الي الاضاءة مختلفة لو نعمل مشهد معماري او مشهد داخلي يجب ان نستخدم عشان نعلي الواقعية للملف اختار اس طبعا نستخدم الاضاءة على حسب المشهد داخلي نقول الاضاءة تكون هكذا بنغير اللون زي ما احنا عايزين ده كده فيديو اليوم كيف نضيف الاس lite في بلندر طبعا ممكن نعلي السترينز او نقل السترينز ممكن نغير اللون